السلام عليكم أعزائي مرحبا بكم فيديو جديد ومعكم شيمة أبوتيري عدد كبير مننا مع الأسف يعاني من المشاكل التي هي مادية مشاكل التي هي معنوية وبعض المرات تكون مشاكل التي هي نفسية وهذه المشاكل التي تكون نفسية ما عندها تشي علاقة بالآخر هي فقط معدات دينا عدد كبير ما زال ما قادرش يفهم راسه ما زال ما قادرش يتفهم مع راسه ما زال ما قادرش أنه يستوعب حاجات كديرهم وما زال ما قادرش أنه يتصالح معدات دينا أو لا ما زال كيلو مراسه على أشياء التي هي وقحت في الماضي وليما عنده تشي دخل فيها فيديو دينا اليوم سنتحدث عن كيف نتصالح معدات دينا فإذا كان لديك تعليق إضافة أو لتجربتك الخاصة فكيف تصالح معدات دينا فما ممكن تخليها لنا في تعليق لكي نستفدو جميع فبقوا معي حتى الأخير وشوفوا ما وجدت لكم أول شيء أعزائي اللي خسنا نخدوه بعين الاعتبار أن الإنسان هو مزيج ما بين شخص سيء وشخص اللي هو جيد يعني مستحيل على وجه الكرة الأرضية أنه تلقى شخص اللي هو سيء بدرجة مطلقة وليما عمره ما در ولو غير قد هكا بدل الخير أو لدرة خير وما يمكنك تلقى شخص اللي هو جيد بصفة مطلقة أو بصفة كبيرة وما عمره ما دار خطأ أو ما عمره ما ارتكب أي حاجة ما يمكنش فحاول أن تستوعبها في العقل ذلك قالنا إذا خطأت فوقاش سنكون خطأت فعلا وأنه مين ما نتعلمش من الخطأ دلالي من يوقع الخطأ ونبقى عيش معه من يوقع الخطأ ونحاولش أنه متفادع بحال كيف ما تفشل في واحد المرحلة وكيف تبقى مرتابط فيها أو كيف تفشل في علاقتك بشخص ما أو في حياتك وكيف تبقى مرتابط بوحد ذكرياتك سيئة وما تحاولش أنه تغير فيها حاول أنه تغير دائما في بالك أنه دائما بين جانب الشر وجانب الخير وما عمر شيئا ما سيكون كامل لأنه في الأخير الكمال لله عز وجل ثاني نقطة التي ممكن أن نأخذها والتي ممكن أن تغيرها في بالك والتي ترد منها البالك والتي أنه خاصة أن تنسى الماضي إذا كانوا الناس يحكموا عليك من الماضي فأعمر أخطائك في الماضي لا تتحدد ما كنتك تدابة أفعالك هي التي تتحدد ما كنتك تدابة معاملتك للناس هي التي تتبين لهم ما كنتك في الماضي أو لدابة التي تقدمها كنتك في الماضي كنتك في الماضي وكتبين أنك فعلا ركولتك شخص جيد معاملتك أفعالك وكتبين أنك تتغيرتك وأن الماضي كان فقط مرحلة من حياتك وأنه فعلا ركز بالتلسل ثالثة أهم نقطة ما هي وسلوبك في الحياة إذا كانت أفكار تشاؤمية كلها أفكار سلبية كلها أفكار منغلقة فهي تؤثر على حياتك بشكل رهيب وحتى لك أنه إنه سلبي سيؤثر على حياتك بطريقة تحاول أنه تشوف ما هو الروتين في حياتك ما هي الأشياء التي تديرها وماذا خالق لراسك مثلا فرص أنه تعرف علينا سجدات وماذا خالق لراسك مثلا أنه تقرأ أنه تبحث أنه تخرج أنه تشري لراسك هدايا أنه تعيش بواحد المستوى الذي يوزوين وما فيها فقط مرامرة تخرج إما تقابل مع البحار أو تخرج أو ترى أصدقائك أو أي شيء حاول أن ترى أسلوبك في الحياة وما فيها رياضة وما فيها شيء يبدل يعني حاول أنه تختار أسلوبك في الحياة يكون أسلوب الذي هو إيجابي يكون أفكارك الذي هي إيجابية ولاجاتك فكرة سلبية حاول أنه ترى كيف يمكن أن تبدل الفكرة السلبية ترى بطريقة أخرى دائما حاول أنه ترى الأمور من زوايا مختلفة لا يظهر من زوايا لا تظهر من الزوايا التي لا ترى على أسلوبك له ولا تقاعدك وتأخذك ولا تسبب لك في خصام معاداتك لانه انت لم ت planets لم ت ترى شئ هم مناس ذلك حاول انه تغير من اسلوبك في الحياة تجري جدول انا ما نقوم بتعود احتاج الناس ما ما اقوم بما سنعودها اليوم سنكون سمرة جيدة اهلا من سمانه. ما ما بمعنى مرة في الشهر ما ما يمكن بذلك المرة اخفحدة لانه اغلق قوقعة ما بقيت لانا غلق فقط سترى لك مشكل كبير وكبير وكبير تستطيع أن يكون لك الأعطار في المستقبل الرابع هو أن تحاول تعتني بالنفس كما نقول ودللها لا يوجدها فقط مرة مرة تكون لك شخص جيدة كنت تتجربها مرة مرة تستطيع رأسك وردة مرة مرة تسمع رأسك موسيقى مرة مرة تستطيع رأسك الرياضة مرة مرة تستطيع رأسك يجب أن تكون حماماً يجب أن تشعر فيه قليلاً مرة مرة تستطيع رأسك تحاول أنه لا تكتر على رأسك أصلاً الدنيا عامر بالمشاكل مجتمعاتنا كلها مشاكل أصلاً علاقاتنا بعض المرات فيها مشاكل فما فيها فقط تحاول أن تعتني براسك أو غير قليلاً تحاول أنه تكون لين مع رأسك لأنه تضغط على رأسك أكثر من القياس تلوم رأسك تتعامل مع رأسك بقصوة فأنا لا سوف تضغط على رأسك لأنه لا سوف تنفع لك أي شيء سوف تشاهد لك فقط المضرة حاول أنه تقدر ذاتك أكثر من رأسك أو خمس حاجة يعني أنه تقدر ذاتك لا تستطيع حاجة جيدة فقط تقدر ذاتك إذا شفوها الناس أنها حاجة عادية وفيها بس أنه تشجع رأسك وأنه تقول له رأسك الله أنا درت هذه الحاجة نزال وممكن أنه ندير حاجة أحسن منها وممكن أنه نتعلم حاجة أحسن منها فتقدير الذات هو من الأشياء التي هي مهمة لأنه لما قدرت ذاتك ستسبب لك بالزادة المشاكل من هي نفسية أو حتى في علاقاتك مع الناس إذا كنت أنا درت واحد العمل وما قدرت ذاتك إذا كنت أنا درت واحد العمل وما شجعت شراسك فكيف سننتظر من الناس أخرين يشجعوني وأنا ما راضيش على الأشياء التي كندير سادس حاجة وهي أنه ما فيها بأس أنه تنتاقد رأسك لا بأس أنه تنتاقد رأسك وإنما تنتاقد رأسك بحاجات اللي هي إيجابية ما تنتاقدش رأسك بحاجات اللي يسيل بيا لكي تحقق رأسك أو تؤدي رأسك غير بكلماتك الناس أصلا يؤديون بكلماتهم أصلا يؤديون فقط بالنظرة لهم بعد مرات لنا التي تكون نظرة دونية أو بطريقة التي تكون بشعة فكيف سننتظر؟ إذا ننتقد رأسك ننتقد رأسك ننتقد رأسك وإنما ننتقده بطريقة سلبية أو بطريقة التي تكون مؤدية ومحبيطة ومعمرها سيزيد بي القدام ننتقد رأسك ننتقده بطريقة إيجابية بطريقة بناءة بطريقة مغدية بطريقة التي ستزيد بي القدام بطريقة التي ستوصلني للأهداف أو للأحلام أو لأي حاجة لأنني أريد أن أوصلها في هذه الحياة من الأهم النقطة التي أريد أن أؤكد عليهم والتي تنقصنا في الحياة وهم كانوا ثلاثة ما الحاجة المهمة هو التوازن حاول أن تحاول التوازن لا يوجد الكثير من الحواج إذا كنت ترى رأسك أنه غادف في طريقة التي لم تزيدك أو مثلا عنديك مثال أنا شخص لدي فلوس وإنما كان صرف كثير من القياس وما في نظارك أنه لن يجيش نهارا سنكون محتاج فيه درهم واحد ولم يجيش نهارا فحاول أن تجعل التوازن لدي فلوس تخبي قليلا ونشرب الباقي بشكل أخر دائما نحاول أن تعيش في توازن أصلا الدين لدينا هو دين توازن وسطية واحتدال فحاول أنه تجعل رأسك التوازن ومن النقطة الثانية والتي هو التقبل والتي أصبحت وقلتها هو التقبل ومن النقطة الثالثة يعني مثل سالحواجيك يلقصونا في هذا العالم والتي هو الانتنان أنا ما فيها بس قدرت عمل أنه نشكر رأسي أنه نشجع رأسي وحتى هي داخلة في تقدير الدين من بين الحاجات اللي هما مهمين والتي خاصة نخذوهم بعين الاعتباء والتي هي أنه توضع نفسك إذا درت أنا واحد العمل ماشي كما كنقوله نزيد فيه ونكبره ونعطي كثير من حجمه أو لرأني ندر في واحد الحاجة وليه في الأخير حاجة بسيطة أعطي كل حاجة القيمة دياله أعطي كل حاجة البلازة دياله الأساسية أو لحتى إذا أنا خطأت خطأت وقع الخاطئ من عوض الشاني ندير من الحبة قبة يعني من عوض الشاني نكثر من ذيك الحاجة سافي خطأت حاول أنه تفادي ليس تبقى متشبت بي ليس تبقى لاسق في ذلك البلازة التي خطأتي فيها ليس تبقى سافي أنا ترى لي أحد الموقع بغي ترى لي نفسه هذه المرة يأتي أحد خبارك رعبتي ترى لي وترى لي وترى لي وترى لي وتبقى غير تكتبر في ذلك الموضوع بعد المرة تكون شيء ما تستهقش أنه نعطيها كثير من القيمة حاول أنه تضع نفسك في مكانها الصحيح أنا قلت عمل جيد لا بأسة بي نشكر على قد هذه لا بأسة بي أنا قلت خطأ ففي خطأ فات عادي بحشي والد صغير فكري يطيح كاس عفت سامانا وما عشي فلان يطيح الكاس فلان يطيح الكاس عشي تكن هذا كان قاسك يلعب وانا قلت لي حييت الكاس مرة أولا ومرة ثانية ومرة ثانية ومعدين وطيحت كثيرا كثيرا ما أقول لها سيدي عفت المرشي يرد البعن لا تبقى تابعوه لذلك الحاجة حتى يدمع للنهار الذي يفكر أنه يدوز من ذلك الضغطة تعطيوه الحاجة قيمتها لا تعطيوه هاش كثير من القيمة ديالها لا تعطيوش المواقع كثير من القيمة ديالها أنا تخاصم مع شخص سافي تخاصم سمعه قدرت أنه تفاهم معه تبارك الله لا تخاصم سافي لا نعاوش نكتر كيف قلت لكم لا تتكلم عنها اليوم أنه مفتاح الانسجام الداخلي هو أنه تكون أنت فقط أنت لا تحتاج تكلف على رأسك فوق منطاقة ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شخص يحيش في مستوى كبير عني أنا لا يمكنني أن أضغط على رأسك و أقول له لماذا عايش هكا وأنا لم أعيش هكا لا أقدار لا أريد لا أريد لا أريد أنه تحاول أن تكلف على رأسك أنت أريد أن تكون لدينا لما كتلك هذا الكسوة لأمرتح و لكن الانس أخرى رأمو авوال أنت أرى عندما أن أرغط أن أرغط أن في الأخير عايش لأن الناس من أن تكون أرغط لأن تأثير لا يجب أن تقلق لديها إنه و لكن هذا الذي عيش لأنك واحد السراعات ما بين هذا بغى و هذا بغى ريد الناس غايته لا تدرك ومن بين حاجاته هي انه ما تصنعش كون ودود كون عفوي ما تكترش على رأسك كتر من القياس ما تحاولش انه تعيش بواحد الطريقة اللي هي ماشي ديالك و اللي وقت تحاول انه تعيشها مغادش تسدكت هذي غير تزيد لك مشاكل اخرى نفسية و هذي غير تزيد لك اصداع اخر في حياتي حاولوا انهم تقبلوا دواتكم حاولوا انكم تقدروا داتكم حاولوا انكم تشوفوا ما هي المواهب التي أعطاكم الله عز وجل ما هي النعم التي أعطاها لكم الله عز وجل و الناس اخرين محتاجينها الناس اخرين اللي ملقوها فعلش انتك تعيش في واحد الحزن في واحد الكائبة والحمد لله اعطاك الله بالسابد والحاجة ممكن يكون اعطاك غير البدن ديالك معافة او الجلد ديالك ما فيه حتى مرض او لا كتقدر تسمى كتقدر تتاكل كتقدر تشم و ان شاء الله ما سيكون غير الخير لانه في الاخير تثاؤلوا بالخير تجدوا هادي نقول لكم استودعكم الله لدينا تضيعوا و ادعوا و اطلقوا فيديو جديد ان شاء الله باي باي لكم